طبعاً هذه خطوات ضمن شرعة حلف شمال الأطلسي النيتو الولايات المتحدة ملتزمة حماية حلفائها في أوروبا وتحديداً في شرقها دول مجاورة لأوكرانيا ودول مجاورة لروسيا تتعرض لتهديدات واستفزازات من قبل القوات الروسية الإعلان الذي صدر عن البنتاجون اليوم هو ضمن إطار الدعم الأمريكي للدول الحليفة البنتاجون والإدارة الأمريكية وإدارة رئيس جو بايدن ما زالت مقتنعة بأن بوتين قد ينفذ تهديداته في أي لحظة قد يدخل ويتوغل داخل أراضي أوكرانيا لبل القلق الآن هو أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يمكن أن يحصل من الشمال على حدود بيلاروسيا وأيضاً العاصمة كييف هي مهددة كل الاحتمالات وردة وضمن هذه الفكرة أي أن كل الاحتمالات وكل المخاطر وكل الخطط التي يمكن أن يتجه إليها أو ينفذها بوتين والولايات المتحدة تقف له بالمرصاد طبعاً بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي وكما رأينا اليوم المتحدث باسم البنتاجون يقول بأن ألفي جندي سيتوجهون إلى بولندا وألف جندي إلى رومانيا ودعيني أختم بأن هناك ثمانية ألاف وخمسمائة جندي أمريكي على جهوزية عالية للتحرك والذهاب إلى أوروبا في أي لحظة قد تحصل اليوم أو غداً نعم شكراً جزيلاً لك من واشنطن مرسلنا جو تابت